بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة الدوال الزائدية نعرف الدوال الزائدية تعرف دالة sin hx بالعلاقة التالية أنها نصف e us x سالب e us سالب x إذا ندت عليه في sin hx دالة السين الهايبربوليك أي السين الزائدي دالة الكون سين هايبربوليك تعرف بالعلاقة التالية أنها نصف EOSXZ EOSNASX دالة تنجنت الهايبربوليك هي سين على كوسين أي هي حاصل قسمتها EOSX سالب EOSNASX على EOSXZ EOSNASX دالة الكوتنجنت هي كوسين على سين وتعرف EOSXZ EOSNASX على EOSX سالب EOSNASX هنا حتى لا يكون المقام صفر نستثني X تساوي إلى الصفر سين H هو 1 على كوسين H هو عبارة عن 2 على EOSXZ EOSNASX والكوسين هايبربوليك الكوسين هايبربوليك هو 1 على سين H 2 على EOSX طبعا كما وجدنا في العلاقات المسلسية كان هناك دستور شهير للسين وهو أنه سين تربيع زائد كوسين تربيع يساوي إلى الواحدة كان يتعلق بالدواء المسلسية السؤال الذي أطرح نفسه هل هناك دستور للدواء الزائدية شبيه في هذا الدستور ألجواب؟ نعم والدستور يقول لك إن الكوسين هايبربوليك للتربيع لا السين هايبربوليك للتربيع يساوي إلى الواحد أيضا كان هناك علاقات تربط التنجنت بصديقه إن 1 زائد تنجنت تربيع X كان هو عبارة عن سيك تربيع X و1 زائد كو تنجنت تربيع X كان هو عبارة عن كو سيك تربيع X أليس هناك علاقات مشابهة في الهايبربوليك نعم والعلاقات تصبح بالشكل إن 1 زائد تنجنت هايبربوليك للتربيع X هو عبارة عن سيك هايبربوليك للتربيع X وكو تنجنت هايبربوليك للتربيع X نائس 1 هو عبارة عن كو سيك هايبربوليك للتربيع X إذن هذه هي العلاقات التي تربط بين الدوال المسلسية والبعض الدساتير عليها الآن لنتعلم عملية الاشتقاق للدوال الآن لنشتق الأولى ما هو مشتقة لو أخذنا الكوسين أش أو الساين أش الكوسين أش إيكس ما هو مشتقة حتى نشتق الكوسين أش بنحط ما هو تعريف الكوسين أش الكوسين أش هو نصف e أس إيكس زائد e أصنا إس إيكس هذا إذا أردت أن أشتق طبعا النصف سابق يمكن أن نخراجه خارج رمز التقامل وهذا مشتقة مشتقة الأولى زائد نشتقة الثانية e أس سالب إيكس لكن هذا يساوي إلى النصف مشتقة e أس إيكس هي e أس إيكس نفسها مشتقة e أس سالب إيكس هذا e أس جي إيكس إذن نشتقة على السلسلة مشتقة e هو نفسه e ومشتقل اس هو سالب فنحصل على هذه ولكن نصف اس x زائد سالب اس نصف x وما هو إلا السين h ال x إذن مستقل قوسين هو سين بنفس الإسلوب مشتقل سين h ما هو إلا طبعا تعريف السين h هو نصف اس x سالب اس سالب x إذا أردت أن أشتقه يمكن أخراج النصف خارج القوس فأمعي مشتقل اس x سالب مشتقل اس سالب ولكن النصف برا e وس x مشتقها هي e وس سالب x مشتقها على السلسلة هي e وس سالبx Springs مشتقل اس مشتقه هو سالب ولكن نصف e وس x زائد e وس ناس x حسب التعريف ما هو إلا نصف كوسين h إذا فأحصل على مشتقل سين هو كوسين و مشتقل كوسين هو سين بنفس الإسلوب بنشتقل تنجنت هو سيك تربية مشتقل كوتنجنت هو سالب كوسيك تربية مشتق السق هو سالب كوسك بسالب كوسك H 전도 H والكوسك هو سالب كوسك بكوتانجنت إذن هذه هي الدساتير نفسه هناك خلاف بسيط بينه وبين الدساتير الدواء المسلسية كان مشتق السين مشتقل كوسين هو سالب سين أهو مشتقل كوسين هو سين إذن لو تذكرنا ان السين كان مشتقه هو كو صين هو نفسه cos h بمشتقل الزاوية مشتقل cos هون الخلاف هو سالب sin بينما هنا مشتقل cos القطعي هو sin مشتقل tangent نفسه tangent مشتقه هو 6 تربيع هنا مشتقل tangent h هو 6 تربيع h مشتقل cotangent هو نفسه cotangent هو سالب cos وهون كمان سالب cos 6 تربيع بمشتقل مشتقل sec هون خلاف الآخر sec كان هو نفسه بتانجنت نفسه بصديقه أما هنا فسالب نفسه بصديقه اللي هون صديق tangent h هو sec h هو tangent h ومشتقل cosic h هو سالب cosic بcotangent إذن الخلاف في الثاني وفي الخامس البقية شبيهات في بعضهم للبعض وهذا برهان أحد العلاقة مثال على ذلك إذا قال لي أحسب قيمة اشتقاق هذه الدالة لنرى أن هذه الدالة هي عبارة عن cos h هي دالة وكثيرة الحدود هي دالة أخرى إذن هذه اللي يمكن اشتقاقها على السلسلة والسلسلة تقول نشتق الخارجية مشتقة الكو ساين هي عبارة عن sin h ونلا ندؤر الداخلية ثم نضرب بمشتقة الزاوية الزاوية هي x تربيع زايد واحد ونشتقها إذن هذا هو ال-y شرطة طبعا ومن هنا ما هو مشتقة x تربيع زايد واحد مشتقة هو 2 x مضروفة بـ sin h لx تربيع زايد واحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته